أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا اليوم السبت 17-4 17 نيسان القمر ما زال موجود في برج الجوزاء لآخر يوم بعدين في ساعة المساء بده ينتقل للسرطان طبعا اليوم في زوايا كثير 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 يعني تعتبر من أكثر الفترات أو من أكثر الأيام اللي فيها زوايا فعشان هيك بدكوا تركزوا معي مضبوط في الزوايا لأنه تأثيراتها كثيرة على جميع الأبراج طبعا القمر موجود في منزلة الذراع الآن وهي جيدة وصالحة لكل شيء ورح ينكث فيها القمر حتى تمام الساعة خمسة وعشرين دقيقة مساء من مساء يوم السبت لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة النثرة وهي للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحواج طبعا بما أن القمر موجود الآن في الجوزاء فتأثيره زي الأيام الماضية أنه في هاي الفترة مننشط في اتصالاتنا جميع الأبراج طبعا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبغوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح تكون هي زاوية التربيع سلبية ورح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاث وخمسة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية من الزوايا البطيئة هي زاوية التثليث إيجابية رح تكون بين المريخ وبين المشتري وهي ذروتها ورح تكون في تمام الساعة خمسة وثلاث عشر دقيقة صباحا بتخلق جو من التسامح بحيث أنه منتسامح مع من أخطأ ويخطئ بحقنا ومنمد يد العون إلهم كما مندافع أو بتدفعنا للتراجع عن الأخطاء أما بالنسبة للزاوية التي تريها فهي زاوية تزديث إيجابية بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام الساعة 11 و4 دقائق ظهرا نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديها أما بالنسبة للزاوية التي تريها فهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون في تمام الساعة 11 و52 دقيقة ظهرا منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تريها فهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون في تمام الساعة 12 و8 دقائق بعد الظهر تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه ويفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تريها فهي زاوية التسديس وهي زاوية إيجابية بين القمر والشمس وهي رح تكون في تمام الساعة 3 ودقيقتين عصرا قبل خلو المسار مباشر لأنه بعدها هاي الزاوية بصير عنا خلو المسار فتأثيرات الزاوية هاي منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا زي ما حكينا خلو المسار رح يبدأ مع هاي الزاوية يعني رح يبدأ الساعة 3 ودقيقتين عصرا ورح يستمر حتى تمام الساعة 7 و24 دقيقة مساء وهذا بيعني أن الفترة المذكورة ما بين الساعة 3 والساعة 7 ونص مساء بتوقيت جرينيتش لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيئ ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في فترة خلو المسار أو في الفترة اللي بيكون فيها خلو المسار في عنا زاويتين عطارد رح يشكلهم وهم زاويتين بطيئات ولكنهم إيجابيات أول زاوية هي زاوية تسديس إيجابية بين العطارد وبين المشتري وهي رح تكون فيه تمام الساعة 3 و59 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش عند حدوث هذا الاتصال منتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما أنه هذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر والاتصالات أما بالنسبة للزاوية الأخرى فهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين المريخ وهي رح تكون فيه تمام الساعة 7 و8 دقائق مساء وعند حدوث هذا الاتصال بسود شعور من العام بالوئام يعني بيكون هيك فيه راحة نفسية فبيسهل علينا التفاهم مع الآخرين وتعزيز العلاقات مع الأحبة بعدها بصير عندنا القمر انتقل واستقر في السرطان الساعة 27 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبصير التأثير على جميع الأبراج بهذه الفترة اللي هي تأثيرات برج السرطان فمنشعر في هذه الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الأمان إلنا ولأحبائنا من الميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها ممكن يظرف الدموع وهو بيقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا بحيث أننا نشعر بحافز لالتهام الكثير من الطعام علينا أن نتجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجهة بوسعنا شراء عقار أو زراعة نبتة ما مثلا أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا أو قضاء وقت ممتع في البيت بيبقى عندنا بعد خلول مسار زاوية وحيدة وهي زاوية تربيع سلبية بطيئة بين عطارد وبين بلوتو وهي رح تكون في تمام الساعة 9 و48 دقيقة مساء وهي بتدفعنا للكآبة والهم والشعور بالذنب وبيزيد من عنادنا وهذا بيسبب لنا نوع من أنواع النزاعات الشديدة مع محيطنا في بعض الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالقلب أو بالشريين أو عندهم تجلطات دم بدهم يديروا بالهم يأخذوا مميعاتهم بالفترة هاي لأنه بالفترة هاي بتزيد الأزمات القلبية لأسبابها بتكون عصبية أو حوادث عن طريق النيران طبعا بما أن القمر رح يكون موجود بالسرطان فخلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثة عشرين أربعة رح يبدأ في تمام الساعة 12 و3 دقائق بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى تمام الساعة 16 دقائق صباحا لا ينتقل بعدها القمر لبرج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال اليوم واضح الشكل عمره ست أيام في تمام الساعة 26 و22 دقائق صباحا بيصبح سبع أيام الآن بيبلش ينحصر للربع الأول من القمر فهي هاي احنا بنسميها القمر الهلال بكامل قوته هو نسبة الإضاءة بتكون خمسة وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19 أربعة سعيدة بنسبة مية في المية القمر في الجوزاء وبدو ينتقل للسرطان زي ما حكينا في ساعات المساء ورح يمكث القمر في السرطان لغاية يوم عشرين أربعة هو منتحس بنسبة عشر في المية الآن ورح يظل منتحس لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتبلش اللي هي الحركة السعيدة للقمر وكل ما اقتربنا لساعات المساء بترتفع نسبة الحضوض فتوصل لثلاثين في المية عند غروب الشمس أما بالنسبة لعطارد في الحمل حتى يوم 19 أربعة سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية الزهرة في الثور حتى يوم تسعة خمسة منتحسة بنسبة خمسة وعشرين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم 23 أربعة سعيد بنسبة خمسة في المية المشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة سعيد بنسبة خمسة في المية زحل في الدلو حتى يوم 23.5 منتحس بنسبة 10% ورنصف الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25.6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 27.4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالاتصالات والسفر مثل الأيام الماضية بتطالعك فترة حافلة بالوجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شي إنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض بتكثر عندك الزيارات والتنقلات وفي ساعات المساء بتهتم ببعض المسائل العائلية برج الثور بتنهمكوا بضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات ممكن اليوم تقلق بشأن مصاريف لتصلحات أو لاستحقاقات مالية اتجنبوا النازوات التسوق حذروا من تهديد الاستقرار المالي بالتقلبات بتنشغلوا بمساء المالية متنوعة في ساعة المساء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والحوارات بكل أنواعها برج الجوزاء أنتم قادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بتلمس انفراج وبترتفع معنوياتك بشكل ملحوظ بتواجه الوقاع بمنطق وعزيمة وبتطلق جواب وهي الفترة جيدة وبتتوضح لك بعض الأمور بانتظارك لقاء أو مرحلة جديدة في ساعات المساء بتنهمك ببعض المسائل المادية أو ترتيب وضع مالي معين برج السرطان بينال التعب منكم لليوم الثاني على التوالي ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالانفعالات خذوا قصة من الراحة لأنه ممكن تعيش لحظات صعبة حاذر من الفشل والالتباس أو التراجع في الصحة لغاية ساعات المساء من ساعات المساء الأجواء بتصير أحسن طاقتك بتصير ممتازة وبتستقر الأمور عندك بشكل واضح تماما برج الأسد بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء وهاي الفترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد من أحدهم لكن ما رح تقدر تنجز عملك بشكل كامل دون واسطة أو تدخل أحدهم لمساعدتك استشر أهل الإختصاص بتتمئن مخاوفك وبتفرح لحمل التأييد ودعم لقضيتك أهمش أنك ما تستسلم بل تفاءل بالخير في ساعات المساء طبعا القمر بصير في بيت المتاعب تشعروا ببعض الضغط والتعب بنال منكم وتلاقي الأمور بطلت تمشي بسهولة معكم حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ كون على قدر المسؤولية وما تتردد بطلب رأي أو مساعدة أحدهم إلك دع خجلك جانبا وعبر عن آراءك بثقة وجراءة واتجنب الكلام القارص في ساعات المساء رح تنشط ما بين الأصدقاء باتصالات أو حوارات أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة برج الميزان اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد وهي فترة حافلة بالنشاطات ابحثوا عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما بتكثر الإنشغالات الإدارية حادروا من المتاعب الصحية أما في ساعة المساء بتكو تديروا بالكم القمر بصير في بيت السمعة بتكو تحافظوا على سمعتكم وعلى أعمالكم وتواصلكم مع رؤسائكم أو أشخاص أنتوا بتعملوا أنتوا إياهم برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وسارعوا لترتيب أوراقكم وملفاتكم بتحتاج لخبرة أحدهم لإنقاذك من ورطة لا تبقى وحيد ولا تتقوقع على نفسك شارك في كل النشاطات وبادر لتصحيح الأخطاء في ساعة المساء بتكثر عندك الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو بتنهمك بدراسة أو تحليل مسألة ما بتطلب منك بعض الجهد برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة وهذه فترة صعبة تثقل خلال هالهموم من المسؤوليات بتعيش لحظات صعبة ومحرجة وبتعاكسة الظروف وبتضطر أو بتظهر معاكسات كبيرة من أصعب أيام الشهر طبعا لغاية ساعة المساء أهم إش أنك ما تخالف القوانين ولا تكون ساخر في ساعة المساء بتهتم بالأموال المشتركة وممكن ترتب وضع مالي معين أو ترتب بعض القروض أو الاستحقاقات المالية المشتركة برج الجديد واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حاذروا من تراجع صحي وباكروا لعملكم وحاولوا أنك تتركوا مساحة للآخرين للتحرك استطعتك حسم الأمور لصالحك واتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لذلك في ساعة المساء بتهتم بأمور المشتركة اللي هي إما عاطفيا أو في العمل يعني شريكك العاطفة اللي هم الأزواج أو إشي إلو علاقة بالعمل ولكن من دك تنتبه طاقتك بتكون ضعيفة وبرضو في نفس اللحظة بيكون مزاجك مش يعني مش رأيك برج جدا له ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وبتكثر التنقلات والزيارات أو الاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا ممكن تعيش فرحة ونجاح بالفترة هاي ولكنك ممكن تضطر لمساعدة أحد الأولاد أو الأحباء وممكن يفاجأك أحدهم بالوقوف لجانبك فكن شاكر له إله ولا تنسى رد الجميل في ساعات المساء انتبه على أعمالك وانتبه على صحتك لأنه ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو تشعر ببعض التوعق الصحي بتعلق فيك أو في أحد الأحبة برج الحوت بتنهمكو بأمور إلها صلاة بالبيت والعائلة أهم إش إنك تخصص وقت مهم للعائلة ولشؤونك الخاصة وما تتسرع في الحكم على الأمور والأشخاص ممكن تعاني من سوء تفاهم أو نوع من أنواع الشك خلال هذا النهار أو تشعر أنه عواطفك شوي متقلبة الأجواء جيدة في ساعات المساء الأجواء بتصير أفضل لأنه القمر بصير في البيت الخامس فبدعمك عاطفياً وبدعمك برضو بالحظوظ بشكل كبير وتعتبر أنت داخل على فترة ممتازة جداً يعني رح تحقق فيها بعض المكاسب الخاصة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة